منتخب مصر واربعة مع منتخبات بلادهم اللعيبة المحترفين هادي تتعب على طول عند كريم اللي منطلق ومقتحم وجايد في الجبهة الشمال يقرب منه طاهر محمد طاهر يسندوها لعبدالقادر عرضية هناك في الناحية العكسية حسين الشحات خطيرة ممكن جول 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 أقل من ديئة ونص النادي الأهلي يعمل عمل جماعي هجومي في منتهى الجمال والروعة يعكسوا الملعب هناك عند حسين الشحات كريم فؤاد تحرك عفقاري إنما بص التمريرة يا ولد يا لعيب أحمد عبدالقادر يقطع كل المسافات والمشاوير ومن لمسة واحدة يلعبها على طول حسين الشحات كريم فؤاد يحطها فيه المرمة النادي الأهلي يتقدم على مينية سمنود واحد دونه مقابل إنما اللعبة من بدايتها من عند عبدالقادر اللي يقرب سليمان وليد استلم على سيدره إنما رجع تاني على وسط ملعبه بعدما ارتده دفاعيا لعيبة سمنود بشكل كويس عمله كسافة قدام منطقة الجزاء عبدالقادر عبدالقادر هاتو خد حلو خطير خطير ممكن عبدالقادر بول 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 الديئة التسعة أحمد عبدالقادر الهدف التاني للنادي الأهلي يبقى كريم فؤاد في الديئة التانية أحمد عبدالقادر في الديئة التسعة صنائية أهلوية الراجل بمهارة خد الاتنين كده ودخل منطقة الجزاء واحد والتاني والتالت وعمل له بسن الجزمة مفيش أحلى من كده حسام حسن عشان يسجل بكل هدوء أحمد عبدالقادر هدف النادي الأهلي التاني كان جايب تسعة أهداف المسلم اللي فات بقاميس نادي سموحة أحمد عبدالقادر والنهاردة هو بيعمل الحركة الهجومية مع زميله ويسجل الجون التاني عند أحمد عوض ممكن عرضية في منطقة الخطورة تزديدة خطيرة جول الجول الأول لمينيت سمنود بعد 12 دقيقة جول 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 مينيت سمنود يقربوا النتيجة الاتنين واحد هنشوف كده محمد خالد هو اللي بيسجل لعيب موليد ألفين على فترة محمد خالد قادل قرة ويتقلش أول مرة إنما تروح لمحمد خالد يحطها على شمال مصطفى شبير اتنين واحد ليه صالح النادي الآلي يبقى يقربوا للأهلي بسنائية كريم فؤاد وحمد عبدالقادر تمرير أمامية حسين الشحات منطلق يلحق قبل خط المرمى خطيرة جول 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 عرضية حلوة يخلصها بشياكة حسام حسن الهدف الثالث مع ديئة 19 يبقى سلسية أهلوية حسين الشحات الجبهة اليمين هي اللي بترجم دلوقتي هجمات النادي الآلي ومرتين يقدر يكون هو مصمم الهجمات في لجوان اللي سجلوها قد اللعبة لتعاملت حلوة من ربيعة اللي لسه بتكلم على أدوار ربيعة لما ينطلق ويتحرر من الخلف للأمام في طريق التلاتة في المنطقة الدفاعية اللي بلعب بها موسيماني ويبقى هو بداية الهجمات مرة تانية رامي ربيعة هناك في اتجاه حسين الشحات وصيارة ملعوبة لعمار عماري سقط دولة 18 يا ولد يا لعيب جول 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 ايه يا ابن سن الجزمة ده طاهر محمد طاهر هنشوف فيه راية ولا ايه انما جول جول في منتهى الجمال والروعة طاهر محمد طاهر عملها الراجل زي الجراح انما بص شوف التمريرة بل سم من عمار حمدي وطاهر رايح وخد المدافع محمد ممدوح وعملها بوش رجله الخارجي كده ايه يا ابن الجمال ده مش بسن الجزمة لا وش رجله كده وش رجله الخارجي يحطها في منطقة اللعيبة اللي ما كانتش بتشارك بشكل أساسي في الأسابيع اللي فاتت رامي ربيعي يستلم مرة تاني تكتل قدام 18 عبدالغاني عمر تتلعب كهربة يا ولد يا لعيب جول 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 كهربة كهروب 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 الهدف الخامس كهربة بعد نزوله مفيش بالديتين يسجل الهدف الخامس يبقى كهربة الهدف الخامس في ديئة 43 الأهل خماسية على فريق منية سمنون قاد اللعبة هي واد حسين الشحات تمرير النهاردة حسين الشحات مفيش أحلى من كده تمريرات ايه وحلاوة ايه تقريباً أربعة جوان من الخمسة كل الأسستات ديت من عند حسين الشحات مالك على وسط الملعب حسين الشحات يسندوها العبدالقادر اللي موجود في الدائرة دلوقتي الأدوار اللي كان بيقوم بيها عمار حمدي قبل قصبته وخروجه فيه نهاية الشوت الأول محمد هاني يرعب على طول تاني الكريم حلوة العرضية يا ولد يلعيب طلع لفوق يا ولد يلعيب حسين حسين جول 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 الهدف السادس للنادي الأهلي دخلنا في ليفل جديد ليفل السوداسية بعد ليفل الخماسية ستة للنادي الأهلي أمام مني السمنود حسين حسين بيسجل تاني أهدافه في لقاء اليوم يبقى ديئة 58 حسين حسين كان سجل جون في ديئة 19 19 يبقى سجل التالت والسادس إنما النهاردة حسين الشحات لازم نتكلم على صناعة اللعبة وصناعة الهجمات اللي عملها الزميلو فيه أهداف اليوم ثلاث أهداف من الخمسة اللي كانوا في الشوت الأول كلهم عن طريق حسين الشحات وادة العرضية الحلوة اللي عملها كريم فؤاد والارتقاء الأحلى من حسين حسين ينطلق لقدام ملعوبة مرة تانية ترجع الوراء عند رامي نصحي رامي أمامية في اتجاه عمر غازي إنما بودي هو اللي بيقرب عايز غير اتجاه اللعب بودي رقم 15 ياخدها الدفاع قادي تمرير أمامية يضربوا بيها المنطقة الخلفية حسين الشحات ممكن جمدة يشمعها في سقف الشبكة سبعية أهلوية حسين الشحات يسجل سابع الأهداف في لقاء النهاردة ويكمل المجهود اللي عملوا بالتهديف في الديئة 86 يبقى حسين الشحات بيسجل مع الديئة 87 حطاها جمدة إنما تمرير أحل وقلت ضربوا بيها الخط الخلف بالكامل قادي اللعبة من أولها وادة حسين وقرة جياله واخد القرار سندها وحطاها ما يقدرش يعمل لها أي حاجة الوكيل جول 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 للنادي الأهل سبعة واحد كريم فؤان